بعد ثلاث سنوات من الحصار الذي فرضته المجموعات المسلحة وتنظيم داعش الذي فشل في اقتحامه برغم محاولاته العديدة تمكن الجيش السوري من الدخول إلى مطار كويرس العسكري في ريف حلبة الشرقي نقطة الانطلاق كانت من مدينة سفيرة مرورا بعدد من القرى السورية وصولا إلى قرية رسم العبود شرق المطار وهو موفر مساحة أمان إضافية حول المطار مطلع آب أغسطس عام 2015 بدأ الجيش السوري معركته في ريف حلبة الشرقي محاولا فك الحصار عن المطار على مدى ثلاثة شهور حقق الجيش السوري تقدما وسيطر على عدد من القرى المحيطة بالمطار من بينها تل السبعين وجليدة السبعين والجبول وتل النعام وبقيشة والنصرية وحواجينة دخلت الطائرات الروسية على خط محاربة داعش وعدل الجيش السوري تكتيكاته بعدما كان يسعى إلى سيطرة على مساحات واسعة اعتمد سياسة القدم الجزئي وتثبيت قواته وتحصينها في المناطق التي سيطر عليها تفاديا لأي هجوم مضاد قد يشنه المسلحون مع بداية شهر تشرين الثاني نوفمبر بات الجيش على مسافة قريبة جدا من المطار وبدأ عملية عسكرية للسيطرة على بلدة الشيخ أحمد التي تبعد كيلومترين من المطار الضغط الميداني الذي نفذه الجيش السوري وحلفائه وكثافة النيران التي استخدمت تبدت نتائجهما بالانسحاب شبه الجماعي لمسلحي التنظيم المتشدد من قريتي أم أرغيلا وتل أحمر التي دخلهما الجيش من دون قتال يذكر استفاد الجيش من موقع قرية الشيخ أحمد ومن امتدادها الطليل حوالي ثلاثة كيلومترات للتوسع نحو قرية كوارس الشرقي التي تعد آخر خطوط تحصينات داعش قبل المطار إلا أن الجيش لم يوقف عملياته واستمر في التقدم حيث سيطر على قرية رسم العبد جنوب المطار وبعدها على قرية رسم العبود في شماله الشرقي في خطوة تشير إلى رغبته في تطهير محيط المطار وتأمينه بأسرع وقت ممكن بلغت المساحة الإجمالية لعمليات الجيش في الريف الشرقي لحلب أكثر من مائة وسبعة كيلومترات مربعة واستطاع أن يخترق مسافة 23 كيلومترا بعرض يراوح بين ثلاثة كيلومترات وخمسة